ما انوافق مجلس الوزراء على التنقيب الاستكشافي عن الغاز والنفط بالبلوكين 9 حتى طلعت بعض التصريحات المصوبة على ملف النفط فلفت مصدر مسؤول بحزب الكتائب اللبنانية إلى أنه إدارة الملف من بدايتها بتصير الشبهات لغياب الشفافية وهروب 95% من الشركات المؤهلة فيما أشار رئيس حزب التوحيد العربي واموهاب بحديث صحفي إلى أنه شركة ENI عليها دعوات من أربع دول ورئيسها حكم بإيطاليا وبتأمل أنه يصير في تدقيق أكتر بتلزيم شركات النفط النشرة بحثت أكتر عن اللي صرح فيه وهاب فتبين أنه هذا الشيء موسق بكتير من الوسائل الإعلامية العالمية وبتفاصيل المعلومات المنشورة أكدت محكمة العدل الأوروبية عقوبة غرامة أدرة 181.5 مليون يورو ضد شركة ENI الإيطالية بعد مشاركتها باتفاقات الأسعار بالسوء الأوروبية المطاطية بين سنة 1996 و2002 كما قدمت وكالة مكافحة التطعيم النيجيري اتهامات بالفساد ضد ENI و10 غيرها بدفع 801 مليون دولار أمريكي لرجال أعمال وسياسيين نيجيريين مقابل الحصول على رخصة للتنقيب عن النفط وفقاً لما ذكرته صحيفة Financial Times أما الإدعاء الإيطالي فبيقول أنه شركة ENI يشتبه بأنه بتقدم رشاوة لصهر الرئيس الكازاخستاني خلال سنة 2007 وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء ريانو فاستي اللي بتدير الدولة وحكمت محكمة إيطالية على المدير الإداري لشركة ENI باولوس كاروني بالسجن 3 سنين و5 سنين من عدم أهليته لشغل أي منصب عام لانتهيك حق بحسب وكالة رويترز بعد كل اللي تبين من دعاوة عم تواجهها شركة ENI اللي رح توقع عقد مع الدولة اللبنانية بيكلفها بالتنقيب عن النفط أديش مدى قانونية هيدا العقد بهيك حاله؟ أي شركة أو أي جهة قانونية تتعاطى التجارة والاستثمار والأعمال معرضة لإقامة دعاوة ضدها أو أن تقيم هي دعاوة ضد الغير فوجود دعاوة بحد ذاته لا يعني أن هذه الشركة هي مدانة طالما أن هذه الشركات لم يصدر أحكام بإعلان إفلاثة أو بإدانتها أو بمنع من العمل فذلك يعني أن هذه الشركات تعمل ووضع قانوني ومن الناحية القانونية المحض لا شيء يمنع الدول اللبنانية من التعاقد معها وكان لعضو كتلة الكتائب الناب إليماروني الرأي بهيدا الموضوع خاصة بعد مكانه كحزب من أول من وضع ملاحظات على هيدا الملف دوائر المراقبة والمحاسبة شبه معدومي عندنا فلذلك نحشى هذا موضوع حساس جدا هذا سروة لبنان، أمل لبنان، مستقبل لبنان فما لا يجوز التلاعب فيه ويجب معالجته بكل دراي وحكمي وحنكي بمعزل عن صاحة اللي نذكر من دعاوة عم بتواجهها إحدى الشركات النفطية منأمل أنه ما تأثر هيدا الأمور على سير الملف النفطي ويسلك مصارو القانون الصحيح ليحقق هدف المنشود بالزهار للاكتصاد اللبناني محمد زهوي، تلفزيون نشرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة